هو يعني أنا مدامي أنتو الكلمة على إلعب يلا إلعب يلا دي إحنا نقف عندها شوية حلمين كده إلعب يلا دي عملت ماشاء الله نجاح كبير جدا وإنتو عاملين لها كنتم توقعين كده كان في حتة برضو يعني الواحد عشان إيه كنا إحنا أنا أوروكا اتفقنا إن إحنا نقدم رسالة اللي إحنا بقى نركز مع ربنا بقى قوي اللي هو إيه مش أي حاجة تنزل عشان إحنا نتحاسب على الكلام ده يوم الإيامة وإحنا ربنا حاطتنا في الحتة دي عشان نوصل لناس حاجة معينة ما نقولش أي كلام وخلاص عادنا اشتغلنا على كده وفي ناس خدتها إن هي نصيحة وفي ناس خدتها باستهتار بس النية من جوة إحنا بنقدم ميسج دلوقتي يعني ونية هتلاقي نازلة اللي ما يكون فيها حاجة حلوة مزيكتها كمان حلوة مع إنه والله المزيكة ما كانش فيها يعني كنا مركزين في الكلام أكتر من المزيكة المرة دي بس عحبنا نعمل معادلة الرأس مع الكلام اللي هو يبقى مش كلام فيه هدفي يعني دايما في مصر الأغناء اللي فيها هدفي ما بتنجحش قوي بالنسبة للمرة جميعا هدف يعني فهدف دي يعني بس بالتبعود المعدة على الكلمة طوع عبرهم كده عشان تفهمت الجملة أنا فهمت إنما إحنا هنا بنحب الـ F دايما ونحب الكلام ملوش علاقة بأي كلام وفي دي حكي وهزار ونتكلم عنه فده بينجح فإحنا كنا حاطين الحتة دي إنه إحنا نتكلم لنا في الأول يعني كنا بنتسمعها الناس إلعب يلا قبل ما تنزل فقعدوا في إيه ناس كتير طبعا قالونا لأ وحشة بجد؟ أه 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 بجد؟ يعني أنت كل الناس قتلكوا إلعب يلا وحشة أه ونزلتوها بردو؟ أه 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 وأخد حتة اللي هو أنا يعني مش عايز النصيحة منك أو أنا مش هسمع النصيحة منك طب قولي هم سمعوها بالتوزيع بكل حاجة وتقالوكوا كده؟ كل حاجة حتى لو ما نزلت عليه يبقى على اليوتيوب كمان يعني كل ما طب أو ما نزلت بقى الأغنية؟ برضو ما كله كان عادي كانت الأغنية أيها دي كتير أيها ما نجحت النجاح الكبير ده ما هو بقى ربنا هنا بقى اللي بيرد على الناس دي شكرا 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 شكرا